اشتركوا في القناة الفصل الدراسي الثاني درسنا من دروس القواعد النحوية بعنوان حروف الجر والاسم المجرور حروف الجر والاسم المجرور لكن قبل البدء اود دعواتكم للاشتراك في القناة وتفعل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة ودعمنا بالاعجاب والتعليق وفي نهاية الدرس معنا واجب الحصة تركوا الاجابات مع اسماكم في التعليقات لنتعرف على اصدقاء القناة ايضا تجدون في صندوق الوصف رابط الاختبار على الدرس ولا تنسوا مشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فالدال على الخير كفاعل في صندوق الوصف ايضا تجدون رابط قناتي الثانية جيل المعرفة يسعدنا اشتراككم فيها والتفاعل معها تجدون ايضا رابط قناتنا على التليجرام اللي بننزل عليها موعد دروسنا هنا على القناة ورابط صفحة التعليم الجديد على الفيسبوك ورابط دروس اللغة العربية والتربية الدينية الاسلامية والدرسات الاجتماعية يلا بنا يا حبيبي نبدأ درسنا عن حروف الجر والاسم المجرور حروف الجر والاسم المجرور اقرأ ثم اجب ولاحظ واكتشف انا اسمع الكبار في اسرتي وهم يتحدثون عن مرض اسمه كورونا تلتقط اذناي بين الحين والاخر حديثا بالتلفزيون عن المرض ذاته الذي يقول الاطباء منهم ان اسمه كفد تحذرني جدتي كل يوم من الاقتراب او اللعب مع اي صديق لي ان كان يكح او يشعر بارتفاع حرارته فشعرت من هذا الكلام ان الامر خطير اختر الاجابات الصحيحة مما بين القوسين الكلمات الملونة اسماء افعال حروف تعالوا نشوف كده يا ابطال ايه الكلمات الملونة معنا في عن الباء عن من اللام الباء من كلها ايه كلها حروف تمام نوعها الحروف دي نوعها ايه حروف جر حروف عطف حروف نفي من وفي وإلى وعن وعلى كل ده ايه حروف احسنتم حروف جر الكلمات التي تليها يعني اللي تأتي بعدها اسماء افعال حروف تعالوا نشوف اسرتي ومرض والمرض وهذا والضمائر اه كلها ايه كلها اسماء كلها اسماء مش افعال ولا حروف لكن لو واحد سألنا وقلنا ازاي بنقول كلها اسماء وانا شايف ان هنا فيه ضمير مثلا يق المتكلم وفيه الضمير الهاء ونقول له ايه ان الضمائر هي أصلا من الاسماء الضمائر هي نوع من الاسماء تمام يعني مثلا كلمة اسرتي او المرض ده بنسميه ايه اسم ظاهر اسم ظاهر طيب الهاء واليق المتكلم ده بنسميها ايه بنسميها ضمير وهو ايضا نوع من انواع الاسر نستنتج ايه حبيبي من خلال هذا النشاط تركز بقى معايا كده الحروف نوعان الحروف نوعان بنتكلم عن ايه عن حروف الجر تمام حروف متصلة وهي الباء والكاف واللام تاني حروف متصلة يعني باء وكاف ولام يعني متصلة يعني ملتصقة بالكلمة التي تليها زي كلمة بارتفاع الباء ملتصقة في كلمة ايه ارتفاع يبقى بنسميها حروف متصلة كام تلاتة الباء والكاف واللم طيب وعندنا كمان حروف منفصلة يعني غير ملتصفة لا بالكلمة اللي قبلها ولا بالكلمة اللي بعدها هم عددهم كام خمسة من في إلى عن على تعالى شوف كده معايا كلمة في بعدها كلمة أسراتي ما فيش التصاف ولا اتصال تمام يبقى أنواع حروف الجر أو حروف الجر كلها كام تمانية منهم تلاتة متصلة ومنهم خمسة منفصلة نكمل بقى الاستنتاج هنقول ايه الحروف تدخل على الاسم فقط ولا تدخل على الفعل زمان كنا بناخد ايه علامات الاسم واخدنا من علامات الاسم حاجة اسمها الجر يعني الجر يعني قبلها حرف جر يعني الكلمة اللي قبلها حرف جر تعرف انها ايه اسم وليست فعل تمام لأن الحروف الجر لا تدخل على الفعل مطلقا طب واحد ممكن يسألني طب وحروف العطف لا حروف العطف عادي خالص ممكن تدخل على الاسم تدخل على حرف الجر وتدخل أيضا على الأفعال طيب نكمل والاسم بعدها يسمى الاسم المجرور تاني الاسم بعدها يسمى الاسم المجرور يعني مجرور احنا بنقول حرف الجر حرف الجر بيعمل ايه بجر الاسم الذي يليها يعني اللي بعدها فيصبح الاسم اللي بعدها يسميه ايه اسم مجرور طب مجرور بايه بحرف الجر طب تعالوا ناخد مثال لما أقولك كده في أسرتي في أسرتي فين حرف الجر في طب والاسم المجرور اللي جاء بعد حرف الجر اللي هو كلمات أسرتي عندنا أيضا كلمات عن حرف جر طب فين الاسم المجرور المرض المرض بنسميه اسم مجرور طب مجرور بايه بكلمات عن تمام نكمل يلا استنتاج كما أنها تدخل على الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة لأنها أيضا أسماء يعني عايزي أقولك إيه إن الضمائر دي ينعمل الأسماء وأسماء الإشارة نعمل الأسماء وأسماء الموصولة نعمل الأسماء يبقى ينفع كل ده يدخل قبله حرف جر تمام يا حبيبي يلا فهمنا الاستنتاج ده تعالوا نروح مع بعض الأنشطة ضع حرف الجر في المكان المناسب من عن في على الباء الكاف سلمت نقط معلمي سلمت على معلمي تمام سألت نقط صديقي المريض سألت من سألت عن سألت في سألت بصديقي كصديقي سألت عن صديقي اتصلت نقط أقربائي صلة للرحم اتصلت بأقربائي جلست نقط حديقة المنزل جلست في حديقة المنزل الجندي نقط الأسد الجندي كالأسد أخذت نقط الكتب علماً غزيراً أخذت إيه؟ أخذت من الكتب علماً غزيراً علماً غزيراً تمام؟ يلا عرف نفسك بالإجابة عن الأسئلة مستخدماً حروف الجر ما اسمك كما جاء في شهادة الميلاد؟ اسمك إيه؟ بس خد بالك الجملة والإجابة اللي أنت هجبها لازم يكون فيها حرف جر طيب إزاي؟ أعملها إزاي؟ تعالوا نشوف كده مع بعض هقول إيه؟ اسمي في شهادة الميلاد آه تمام؟ وكتب اسمك هنا بقى اسمي فين؟ فين حرف الجر؟ آه كلمة فيه؟ فين الاسم المجرور؟ شهادة كده إحنا ماشيين تمام؟ يلا يا بطل متى ولدت؟ متى ولدت؟ عايزين حرف جر وخد بالك في الإجابة أقول إيه؟ ولدت في عام نقط واكتب رقم العام تمام؟ أين تسكن؟ أسكن في مدينة نقط اكتب بقى أنت تتكمل النقط دي كيف تذهب إلى المدرسة؟ أذهب إلى المدرسة بيه؟ شوف أنت بقى ابتساب بالمدرسة بإيه؟ بالسيارة بالحافلة سيرا على الأقدام اكتب اللي أنت عايزه ممن أخذت العلمة؟ ممن أخذت العلمة؟ أقول إيه؟ أخذت العلمة من معلمي واكتب اسم معلمك تمام يا حبيبي؟ يلا نكمل مع بعض ملاحظات حول حروف الجر المتصلة ملاحظات مهمة جدا عايزين ناخد بالنا منها لأن الكتير بتكونش واضحة عنده تعالوا نشوف مع بعض إيه حروف الجر المتصلة زي ما قلنا الباء والكاف واللام جميل أول ملحوظة حروف الجر المتصلة الباء والكاف واللام تدخل على الأسماء وتكون زائدة ويمكن حلفها تاني تدخل على الأسماء زي ما قلنا خلاص تمام؟ مهم أول أنك تعرف أنها تكون زائدة يعني زائدة يعني يمكن حلفها طب ليه؟ علشان عندك كلمات بتبدأ بكاف وتبدأ بلام وتبدأ بباء لكنها ما بتكونش حروف جر تعالوا نشوف كده مثلا مثل بالمدرسة فين حرف الجر الباء هل يمكن حذفه؟ نعم أنا لو حذفت الباء أو الكلمة فضلت زي ما هي ما فيهاش أي مشكلة خالص المدرسة إذن ده بقى حرف جر طيب واحدة كمان كالقمر كالقمر فين يا بطل؟ حرف الجر الكاف طيب مثلا ها يمكن حذفها؟ نعم أو القمر هل معنى القمر اتغير؟ لا تمام ما اتغير شي بقى إذن ده؟ اللامد الكاف دي أو الباء دي زائدة لأنها حرف جر ويمكن حذفها لكن لما أقولك مثلا كلمة زي كلمة إيه؟ كامل كامل أو إلها كاف هل الكاف دي حرف جر؟ الإجابة لا ليه؟ لأنه لا يمكن حذفها طيب لو حذفتها معنى الكلمة هيتغير تماما كامل أو الآمل لا طبعا ما ينفعش خلاص الكلمة اتغير طيب رقم اتنين حرف حرف اللام إذا دخل على الاسم المبدوء بأل فيجب حف الألف معنى ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض كده مثلا لما أقولك المدرسة المدرسة الكلمة دي أولها ألف ولام الألف دي اسمها ألف ايه؟ ألف واس واللام قمرية أو شمسية ما فيش مشكلة طيب لما أنا عايز أقولك ايه؟ ذهبت للمدرسة عايز أدخل حرف الجر اللام على كلمة المدرسة هعمل ايه؟ يجب حذف الألف يجب حذف الألف هعملها ازاي؟ فنكتبها للمدرسة اللام الأولى هي اللام حرف الجر اللام التانية هي كلمة اللام القمرية بتاعت كلمة ايه؟ المدرسة فين الألف حذفناها؟ ليه؟ حتى لا نكتبها لا للمدرسة شوف انت لو ما حذفتش الألف هتعمل ايه؟ كأن الكلمة لا لمدرسة المعنى تغير تماما تمام؟ يلا رقم ثلاثة ايه؟ يدخل حرف الباء واللام على الضمائر المتصلة ايضا لكن حرف الكاف صعب اوي زي ايه مثلا كده لما اقولك مثل به له به وله دي تعرف انها ايه؟ انها كلمتين الباء حرف جر والهاء الضمير اللام حرف جر والهاء الضمير يعني دي حكتين في بعض لكن ما ينفعش ادخل عليها الكاف قول كه او كه لا ما ينفعش تمام؟ ناخد مثال كمان بها لها ايه كان بك لك بك دي كده كام كام؟ بك كام؟ اتنين بك كام حرف اتنين اللي بقى حرف الجر والكاف اللي هو الضمير تمام؟ يلا نروح لنشاط حدد حرف الجر والاسم المجرور بعده وضعت ام الطعامة على الطاولة فين حرف الجر؟ على الاسم المجرور اه اللي بعده على طول الطاولة طيب هسألك ده بنسمي اسم مجرور ليه؟ مجرور بايه؟ بحرف الجر على ابدع الطالب في رسم اللوحة في حرف جر الاسم المجرور رسم تمام؟ ما حاتش قول دي رسمة لا ما ينفعش قول في رسمة اللوحة دي ايه؟ دي اسم رسم السين ساكنة قفز الحصان على الحواجز على حرف جر الحواجز هي الاسم المجرور ابدأ حديثي بالسلام حرف الجر الباء الاسم المجرور السلام بحثت عن كتابي الضائع حرف الجر عن الاسم المجرور كتابي تمام؟ احسنتم يا حبيبي تعالوا ناخد مع بعض علامات اعراب الاسم المجرور هنتعلم مع بعض نعرف الاسم المجرور لكن عايزين نقول حاجة مهمة اوي ان دي كده زيادة انا اعطيها في المنهج هي مش مقررة علينا لكن لو عرفتها من الجيد او انك تعرفها يعني لانها سهلة وهتحتاجها بعدين كتدريب للسنوات القادمة ان شاء الله علامات اعراب الاسم المجرور انت اخدت قبل كده حاجة اسمها علامات اعراب المبتدأ والخبر وعلامات اعراب الفاعل وعرفت ان علامات اعراب المبتدأ والخبر والفاعل بيكون مرفوع بالضمة او مرفوع بالالف او مرفوع بايه بالواو تمام طيب علامات الجر عشان نقول عليه اسم مجرور طيب العلامة هتكون ايه اقول كده اسم مجرور وعلامة جره ما اقولش علامة رفع لا اقول ايه وعلامة جره اه عندناك بس علامتين اتنين الكسرة او الياء تمام كم علامة اتنين شفت سألة ازاي الكسرة او الياء الكسرة او الياء طيب ايه اللي بيكون مجرور بالكسرة وايه اللي بيكون مجرور بالياء احنا حفظين خمسة اصابعك الخمسة في اللغة العربية اسمهم ايه تاني اصابع ايديك الخمسة في اللغة العربية اسمهم ايه في النحو يعني تعالوا نفتكرها كده مع بعض او اصبع منه اسمه ايه مفرد مثنى جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم جمع تكسير تاني مفرد عدة على صبعك جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم جمع تكسير الخامسة دول احنا هنوزعهم هنا الكسرة عندك ثلاثة بيكونوا مجرورين بالكسرة المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم بيكون مجرور بايه بالكسرة زي ما هناخد بعد قليل طيب وليا المثنى وجمع المذكر السالم يبقى لو لقيت اسم مجرور بعد حرف الجر ومفرد هتقول مجرور بالكسرة طيب لو جمع تكسير هتقول اسم مجرور على مجره الكسرة طيب جمع مؤنث سالم هتقول اسم مجرور على مجره الكسرة طيب لو مثنى هقول اسم مجرور على مجره اليا طيب لو جمع مذكر سالم هقول ايه اسم مجرور على مجره اليا تعالوا ناخد امثلة كده سريعة اشتركت في المسابقة يلا يا بطل فين الاسم المجرور الاسم المجرور هو المسابقة طيب ما تيجي نعرب يلا هنقول ايه اسم المجرور وعلامة جره الكاسر حد سألك الكاسر اللي تقول له لانه مفرد المسابقة مفرد تمام مثال كمان سلم المدير الجوائز للمتفوقات فين حرف الجر اللام فين الاسم المجرور المتفوقات يلا عربها احنا قدنا عليها اسم المجرور تمام وعلامة جره الكاسر لأنه جمع مؤنث سالم ممتازين جدا يا حبيبي نروح للياء أما أقول لك إيه اشتريت ثياب العيد من متجريني من متجريني فين حرف الجر من اسم مجرور متجريني طب يلا نعرف نقول إيه اسم مجرور على متجره لياء لأنه مثنى ممتازين سلم المدير الجوائزة للمتفوقين فين حرف الجر اللام حرف جر الاسم المجرور المتفوقين هنعرف نقول اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم انت هنا يا حبيبي يلا نروح لنشاط استخرج الاسم المجرور وحدد علامة إعرابه ابتعد عن أصدقاء السوق الاسم المجرور إيه أصدقاء تمام علامة الجر تعالى كده نروح له ونسأله عددك كام هيقول لي أنا جمع تكسير جمع التكسير يجرب الكسرة تمام خرج خالد من المكتبة الاسم المجرور هنا ايه المكتبة طيب علامة الجر نسألها عدد كام هتقول أنا مفرد يبقى علامة الجر هنا الكسرة فاز فريقي في مبارتين متتاليتين الاسم المجرور مبارتين تمام علامة الجر تعالوا نسألها عدد كام هتقول عدد المثنى يبقى المثنى مجرور بايه بالياء قرأ الطالب في صفحات كتابه قرأ الطالب في صفحات كتابه الاسم المجرور صفحات طيب العلمة ايه عدد الكام جمع مؤنث سالم طيب يبقى جمع مؤنث السالم يجرب الكسرة أعطى المدير للعاملين مكافأة فين الاسم المجرور أنا عندي اللام حرف جر والعاملين اسم مجرور جميل خالص يلا نعربها اسم مجر وعالمة جر هي ايه دي جامع المذكر سالم يبقى الياء تمامي حبيبي نشاط آخر ضع حرف الجر حتى تكمل الفقرة سافر صديقي نقط الخارج وأردت أن أكتب نقط رسالة لأعبر نقطها عن اشتياقي يلا كده يا بطل نكمل الجزء الأول ده سافر صديقي إلى الخارج وأردت أن أكتب له رسالة لأعبر فيها عن اشتياقي فبدأت الرسالة نقط السلام نقط ضمير كاف يا صديقي كيف أنت أريد أن أطمئن نقط صحتك وصحة الأسرة الكريمة نكمل يلا فبدأت الرسالة بالسلام عليك يا صديقي كيف أنت أريد أن أطمئن على صحتك وصحة الأسرة الكريمة وطلبت نقطها أن يصف المدرسة التي يتعلم نقطها وأن يعرفني أصدقاءه والأماكن التي يذهب نقطها وأن يرسلني دوما وطلبت منه أن يصف المدرسة التي يتعلم فيها وأن يعرفني أصدقاءه والأماكن التي يذهب إليها وأن يرسلني دوما نصل الآن حبيبي إلى واجب الحصة تركوا الإجابات مع أسمكم في التعليقات حدد حرف الجر والاسم المجهور بعده استمعت من جدتي قصة شيقة الأزهار تتفتح في الربيع اغسل يدك باستمرار حافظ على نظافة الأسنان أسأل الله تعالى في نهاية الدرس أن تكونوا استفدتم واستمتعتم به إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة وضغطوا إعجابا وطريقا دعما لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوائد إلى أن ألتقي بكم لكم مني أطيب الأمنية بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته